موسيقى أهلاً بكم في حلقة جديدة من الأجندة في العاصمة السويدية ستوكولم تجري حالياً محادثات جديدة واستثنائية كما يقولون بين وفدي الشرعية والانكلاب بهدف حل الأزمة كما يزعمون المحادثات يعدها البعض بمثابة الفرصة الأخيرة لليمنيين للخروج من الأزمة وتأتي هذه الجولة من المحادثات في الذكرى السنوية الأولى لمقتل مهندس الخراب العظيم في اليمن وحاوي الثعابين الزعيم علي عبدالله صالح الذي لقي مصرعه على يد أحد ثعابينه السامة التي رباها والرفاق كما يقول الشاعر الرفاق حائرون يفكرون يتساءلون نتيجة هذه المحادثات ما تكون إذا كان بعدها مفاوضات طبعاً هل ستأتي بالفشل أم ستنتهي بحل وما شكل هذا الحل إن حصل عن هذه النتائج أو عن النتائج المتوقعة لهذه المفاوضات وعن العبر والعظات المستفادة من ذكرى مقتل مهندس الخراب العظيم وحاوي الثعابين علي صالح سيكون حديثنا لهذه الحلقة فكونوا معنا ما الذي ستثمره هذه المحادثات الجديدة الجواب لا شيء جديد ما أرادته غرفة الثورة المضادة هو الذي سيتم سواء بالمحادثات بالمفاوضات أو بغيرها ما دمنا نحن اليمنيين لم نغير طريقة تفكيرنا وطريقة أدائنا لا نتوقع نتائج جديدة من نفس المقدمات القديمة معرفة نتائج هذه المحادثات لا يحتاج إلى ذكاء فالبعرة كما يقول العربي تدل على البعير وأثر القدم يدل على المسير والجواب باين من عنوانه وعنوان الجواب كان واضح واضح من أول يوم تحرك فيه الحوثيون من صعدة مع حليفهم صالح باتجاه العاصمة الصنعاء من أجل إسقاط الدولة والجمهورية والفترة الانتقالية قبل سنوات عنوان الجواب كان يقول أن الحوثي جاء بإرادة السعوديين والإماراتيين والأمريكان كانوا من معه وبقية أعضاء غرفة عمليات الثورة المضادة للربيع العربي كان في غرفة عمليات ضد الربيع العربي هؤلاء اتفقوا على أمر الحوثي جاء لتحقيق مهام محددة رسمت له من قبل غرفة العمليات أنجز بعض هذه المهام خلال السنوات الأربع الماضية وما زال بعضها يحتاج إلى تحقيق قائمة المهام التي كلف بها الحوثي كلف بتنفيذها كانت كبيرة منها إسقاط ثورة فبراير إسقاط مخرجات مؤتمر الحوار الوطني إسقاط مشروع الديمقراطية المزعج في اليمن وأهم من ذلك القضاء على الإسلاميين لأنهم هم أداة هذا الأمور كلها أداة الثورة وأهم فصيل ديمقراطي وإلى آخره وإذا أردنا أن نعرف نتائج المفاوضات الحالية أو القادمة فينبغي أن ننظر في قائمة المهام هذه ما الذي أنجزه الحوثي منها وما الذي بكي لكي نعرف هل هو باكي ولا رايح وإذا كان باكي في أي صورة ما هي الصورة التي يريدون بكاءه بها هل هي صورة دولة كما هو الحال في العراق شيعة العراق أم في صورة فصيل سياسي معطل للدولة على شكلة حزب الله في لبنان كيف يشتوف في اليمن ولا في صورة سياسية يعني جماعة سياسية مدنية تعترف بالشراكة السياسية وكواعد اللعبة الديمقراطية كما يسمونها قائمة المهام التي نفذها الحوثي حتى الآن لا بعس بها أجهز على ثورة فبراير قضى على مخرجات المؤتمر مؤتمر الحوار الوطني تمكن من إقناع اليمنيين بأن فكرة الثورة والمطالبة بالتغيير فكرة غير جيدة وهي خطأ جسيم لا ينبغي أن يتكرر ولا ينبغي أن تفكر فيه الشعوب مطلقا وإلا عرضت نفسها للخراب والعذاب طبعا هذه هي الرسالة التي أرادت إيصالها لنا غرفة الثورة المضادة هذه هي الرسالة أنه لازم تتأدبوا ممنوع تسووا ثورة مرة ثانية الثورة التي تسوها ستدي لكم هذه المشاكل ممنوع الطالب بالتغيير يتظلوا على الحاكم والنظام الذي وضعناه وصممناه يتحملوا المسؤولية لكن مع ذلك ما زالت هناك مهام أخرى لم ينجزها الحوثي بعد ولا يستطيع أن ينجزها في الوقت الراهن وفي ظل الظروف الراهنة أهمها القضاء على الإسلامي الذين هم مصدر الإزعاج ومركز الزلازل العربية والإسلامية والدولية من وجهة نظر الثورة المضادة ولهذا لا بد من بقاء الحوثي لا بد من بقاء في صورة من الصور بأي شكل لكي ينفذ هذه المهمة الأخيرة أو على الأقل يكون معطل لوقت الحاجة يكون موجود فأس أو سيف موجود لوقت الحاجة وأفضل صورة لبقاء الحوثي هي إعطائه حق السيطرة على إقليم سياسي كبير يحافظ من خلاله على وجوده وجود قوي وجاهز لتنفيذ أي مهام مطلوبة منه في المستقبل هذا في أعلى الاحتمالات في أدنى الاحتمالات فيعطوه وضع خاص في حكومة يسيطر فيها إما على الجيش أو على الداخلية والأمن العام ما شبه ذلك المهم أنهم لن يضحوا بالحوثي من أجل اليمن واليمنيين هذا هو الذي ينبغي أن ندركه كيمنيين لأن هذا السيف إذا كسر فإنهم لن يجدوا بعده من يحل محله ولهذا أقول دعونا من الحديث عن المطاوضات والمحادثات التي نعرف نتائجها مسبقا وخلونا نتحدث عن ما ما هو مفيد ولا شيء يفيدنا هذه الأيام أكثر من النظر في عيوبنا الذاتية المستحكمة مهما كانت نتائج هذه المحادثات ومهما كانت نهاية هذه الأزمة فليس من حقنا أن نلوم الأجنبي الذي تسبب فيها العاكل لا يلوم إلا نفسه فقط ما جرى لنا نحن اليمنيين وما سيجري لنا في المستقبل نحن المسؤولون عنه بصورة أساسية أو مثل ما قال مارتن لوثر كينغ لا يستطيع أحد ركوب ظهرك إلا إذا انحنيت نحن اليمنيون انحنينا كثيرا فركب الجميع امتطانا الأجنبي وفعل ما هو أسوأ من الامتطاء ما دمت انحنيت تحمل والمثل يقول السور الواطي يشجع على السرقة ونحن اليمنيون كان سورنا واطيا جدا يصل إلى حدود الأرض فلا تلوموني ولوموا أنفسكم اتفقنا أن نتفكت عيوبنا بدلا من أن نلعن الأجنبي الذي استغل هذه العيوب في إذلالنا وتدمير وطننا وتدوير تدمير نفسياتنا ووعينا وعيوبنا في الحقيقة كثيرة كثيرة جدا بدليل أن مشاكلنا كثيرة جدا لأن حجم المشاكل في أي مجتمع بيساوي حجم العيوب والمشاكل والأخطاء اللي فيه حجم مشاكلك تجي بقدر عيوبك وأخطائك بقدر عيوبك وأخطائك تكون مشاكلك يعني لا فائدة من الانكار انكار العيوب والأخطاء لأن الواقع نفسه بيدل عليها والمفاركة هي أن أول عيوبنا نحن اليمنيين هي انكار عيوبنا وأخطائنا هذا هو أول عيوب لدى بعضنا إصرار عجيب على انكار خطائه وعيوبه هذا أول عيب وأول خطأ فينا وحالنا مثل حال المريض المصاب بالسرطان يكون عنده سرطان لكن هو رافض يعترف بالمرض ويصر على أنه اللي فيه شوية زكام نحن اليمنيون لدينا عيوب متنوعة بعضها عقلي وبعضها أخلاقي وبعضها نفسي سيكولوجي وأبرز مثال يجسد هذه الأمراض مجتمعة هو موقف البعض من مهندس الخراب اليمني علي عبدالله صالح أنا أعتبر هذا الشخص وما يرمز إليه هو النموذج الذي تمتحن به أخلاق الناس إذا تشتي تمتحن أخلاق الناس شوف موقفهم من علي عبدالله صالح أخلاقهم وعقولهم وحالتهم النفسية إذا تشتي تمتحنها شوف موقفهم من علي عبدالله صالح إذا أردت أن تمتحن أخلاق شخص أو نفسية أو عقلة أنظر موقف من علي عبدالله صالح فترة حكمه وهو ما سنثبته بعد قليل بطريقة منهجية علمية محايدة هدف المعرفة وليس النكاية أو الازدراء معاذ الله لكن قبل أن نبدأ في تحليل هذا الموقف وقراءة الدلالات دعوني أشير إلى أمرين مهمين الأول ينبغي أن لا نخلط بين المستوى السياسي للحديث في هذه المسألة وبين المستوى المعرفي التاريخي يعني ببساطة من حق السياسيين أن يقدموا تنازلات وأن يخوضوا مع أنصار علي عبدالله صالح يخوضوا معهم مفاوضات ويتفقوا مفاوضات معينة في مجال الصراع السياسي من حقهم مثلا أن يمدوا أيديهم لبكايا حزب عفاش من أجل مصلحة اليمن ويقدموا تنازلات ما في شمالها لكن ليس من حق أحد أن يزور الحقيقة التاريخية ويقول أن علي صالح كان حاكم وطني خدم اليمن أو أن ثورة فبراير كانت خطأ من الأخطاء أنه مجرد أن نرضي الثورة المضادة هذا ليس من حق أحد لأن هذه حقيقة تاريخية ما لاش علاقة بالمفاوضات السياسية وعلينا أن نتذكر دائما المثل اليمني القائل كل شيء في بابه ممكن نمد أيدينا للعدو أحيانا لكي نقلل من حجم خسائرنا لكن لا يجوز أن نحرف الحقيقة من أجل إرضائه نختلف أو نتفق ما فيش مانع لا بأس المهم أن تظل اثنين زائد اثنين ساوية اربعة مش ثلاثة ولا واحد حقائق تظل حقائق كما هي هذا مهندس خراب ومجرم في حق الوطن وفي حق الأجيال ينبغي أن يظل الحال كما هو عليه ما أحد يجيه برأة ويسميها المرحومة المناضلة الزعيم لأن التنازل في القيم أخطر من التنازل في المصالح هذا الأمر الأول الذي ينبغي أن ندركه أما الأمر الثاني الذي يحتاج إلى تنبيه فهو أن على الأخوة أنصار مهندس الخراب أن يفهموا موقفنا موقفنا من هذا الشخص ليس موقفا شخصيا يعني ما بيننا وبينه شي شخصي نحن لا يهمنا مصير علي عبدالله صالح عند ربه يروح الجنة يروح النار يغفر لي يعاقب هذا ليس من اختصاصنا هذا من اختصاص الله سبحانه وتعالى كذلك ليس لسنا هنا بصدد تقييم أخلاقها الشخصية هو حبوب ولا مش حبوب كريم ولا مش كريم وفي مع أصحابه وأهله ولا غدار هذا ليس اختصاصنا ولا شغلنا لا يعنينا ذلك هذه أمور تخص زوجاته وأهله وأصحابه الذي يعنينا من هذا الشخص هو تقييم سياساته وفترة حكمه هذا رجل حكمنا 40 سنة تكريبا بعد 40 سنة من حكم اليمن بطريقة مباشرة وغير مباشرة هذا تقييم لفترة حكم ما حد تركها فترة مثل هذه هكذا بدون تقييم وهذه وظيفة المؤرخين ووظيفة المحللين السياسيين والمثقفين بشكل عام يعني عبارة تذكروا محاسن موتاكم هذه تصلح في المقبرة أما في التاريخ السياسي والاجتماعي ما فيش هذا الكلام هذه مجرد نكتة من هذل الموتى اللي بنذكرهم طوال التاريخ ونحسنهم نحن بنذكر كل الخلفاء ونقيم فترات حكمهم ونقول الخليفة العباسي كان هذا جيد وهذا كان ردي عمر بن عبد العزيز كان جيد الحجاج كان ردي خلفاء بني أمياء كانوا كذا خلفاء الدولة الموحدين في أندلس كانوا كذا احنا بنكيم تاريخنا كله ليش لما نوصل عند علي عبدالله الصالح نقول اذكروا محاسن موتاكم ايش الجديد علي صالح لم يكن مجرد شخص مروا عبر هذا كان حاكم دولة لأربعة حقود صنعت سياساته صنعت واكع اجتماعي ما زلنا نعيش فيه إلى الآن صنعت أجيال وأخلاق وثقافة وظروف ما زالت سائدة حتى اليوم يعني احنا إلى اليوم في الحقيقة ما زلنا نعيش فيه نفس الظروف التي صنعها علي عبدالله صالح ما زال يحكمنا لليوم حتى أو في القبر أو في الثلاجة أو أين ما هو اي منطق هذا اللي يقول لك لا تذكروا أسباب الخراب ومهندس الخراب هذا طلب ماكر خبيث يريد من الناس أن يتجاهل تتجاهل أسباب معاناتهم كأنه بيقول لك تجاهل أسباب معاناتك لا تذكرهاش بهذه الطريقة احنا ما نتلافاش المشاكل في المستقبل ما دمنا لا نتعذ من الماضي ولا ندرس الماضي ولا نقيمه ما نستفيد في المستقبل لحظل الأخطاء كما يتتكرر ونظل في دائرة العذاب أجيال وراء أجيال مع إدراكنا أن بعض من ينادي بإغلاق الحديث عن فترة علي عبدالله الصالح هم من العاطفيين السدج اللي ما همش فاهمين سياسة بيظنوا أنه لو قفلنا هذا الباب الأمور حتمشي تمام وجامعة أنصار الزعيم لا هذو لتعودوا على الفساد ما همش فاضين لا لجمهورية ولا الوطن لو كانوا بهمهم وطن وبتهمهم جمهورية ما كانواش وصلوا الحال إلى ما هو عليه وسمحوا للزعيم وهم يجيب الإمام اللاصنع هذو لناس عايشين من أجل ذواتهم لا تعولوا عليهم كثير اللي في خير كان أمس قلت أن التعاطف مع علي عبدالله صالح وفترة حكمه هي علامة على اختلال عقلي أو نفسي أو أخلاكي عند صاحبه عند المتعاطف الذي يتعاطف مع سياسات هذا الرجل وتاريخه هو بلا شك مختل إما في عقله أو في ضميره أو في سيكولوجيته نفسيته لماذا نقول هذا الكلام بشكل منطقي وموضوعي ما لهش علاقة بالعواطف ولا هيجان دعوني أكرب لكم الصورة أكثر بهذا المثل كلنا سمعنا عن محمد آدم محمد آدم هذا كان سفاح قتل عدد من الطالبات اليمنيات في كلية الطب بعد أن اقتصبهم وأصبح في نظر اليمنين أيكونة للإجرام طيب لو وجدنا شخص يمني الآن يتعاطف مع محمد آدم ماذا سنقول عنه؟ بالتأكيد بنقول أنه مختل غير طبيعي لأنه يتعاطف مع سفاح ولا يتعاطف مع سفاح إلا شخص غير سوي طيب والذي يتعاطف مع مجرم أكبر من محمد آدم ماذا نسميه؟ نسميه الزعيم الذي يقيم جرائم علي عبدالله الصالح في حق اليمن واليمنيين سيكتشف أنه أمام أسوأ حاكم في التاريخ من هو محمد آدم جمه؟ سواء من حيث حجم الضحايا وعددهم أو من حيث طبيعة الجريمة اقتصاب إنسان هذه جريمة هينة بجانب اقتصاب أمة اقتصاب عقل الأمة وأخلاق الأمة ومصير الأمة ومستقبل الأمة هذا هو الاقتصاب الهائل هذه هي الجريمة العظمى اللي بصدق لو كنا بنعرف لو كنا بنفهم في التقييم لكن الجاهل لا يفهم ما دره علشان تكيم علي عبدالله الصالح لازم يكون لديك معايير واضحة للتقييم مش تقول كان حبوب وكريم وذكي وبيلعب بالبيضة والحجر هذا وديها السرك يلعب في السرك مش حاكم هذه معايير لواحد جاي يخطب اختك ممكن حبوب طيب أما معايير رئيس دولة الأمر مختلف رؤساء الدول يقيمون بسياساتهم وقيمهم السياسية كيف كانت سياساته وكيف كانت قيمها السياسية أما شخصيته وكيف كان حبوب ولا مش حبوب هذا موضوع ثاني لما يجي يتقدم لخالتك يعني يتصرف كل الأبالسة والطواغيت والمجرمين كان لديهم صفات شخصية جميلة كانوا حبوبين كلهم يعني يخذ معه على سبيل المثال هتلر هتلر مثلا هذا اللي تسبب في 60 مليون كتيل في الحرب العالمية كان الرجل هذا مثقف وفنان رسام وبيحب الحيوانات وكانت ألمانيا في عهده هي أول دولة في العالم تمنع تشريح الحيوانات في مجال الطب قبله كان يشرح الحيوانات في المعامل هو جاء منع رجل رؤوف بيحب الحيوانات لدرجة أنه منع تشريحها وخدمة الطب وكان المسؤولون في عهده ينزلوا للشارع لجمع التبرعات حتى لا يبكى ألماني جائع أو محتاج ورفع مستوى الاقتصاد الألماني والتصنيع الألماني إلى الكمة وحارب البطالة وحارب نصف العالم من أجل أن يكون الألمان فوق الناس جميعا حبوب ولا مش حبوب حبوب أحسن من علي عبدالله صالح بكثير فنان ورسام ومثقف ومع ذلك لو سألت ألماني اليوم عن رأي في هتلر سيقول لك كان مجرم سيء والنازية عندهم محرمة وتعتبر عيب هذا هتلر وهو طول عمره إلى أن مات بيشكى ويتعب من أجل ألمانيا والألمان فما بالك بزعيمنا اللي كان طول عمره بيشكى من أجل أحمد وعياله هذه هي الأمم التي تحترم نفسها تدين المجرم مهما كانت مواصفاته الشخصية ومهما كانت إنجازاته صدام حسين كان أديب ورجل يحترم نفسه وكان رعوف ولو سمات شخصية رائعة وشاعر لكن كان مستبد كان مستبد فما بالك بحاكم شبه أمي مثل علي عبدالله الصالح لا يتمتع بأي كارزمة تاريخ ملطخ بدم أصطقائه قبل غيرهم وصل الرئاسة والدولار بأربع ريالات وخرج وهو مئتان وخمسين ووصل للأربعمائة قبل ما يموت وصل إلى رئاسة السلطة واليمن أيامها كانت تكرض تكرض البنك الدولي نحن اللي كان نعطي كرض للبنك الدولي قبل ما يجعله عبدالله صالح وخرج منها واليمن اليمن نفسها كانت تنكرض ما بتكرضش بتنكرض هي نفسها وصل الرئاسة واليمني يغني للجمهورية والوحدة اليمنية وعنده الطموحات وآلاء وآمال وردية وخرج من السلطة وقد أصبح اليمنيون يناصرون الإمامة ويكاتلون في سبيلها ويهتفون مع الانفصال وبعد أن أكحم اليمن في عشرات الحروب الأهلية وغير الأهلية المدمر دمر التعليم ودمر نظام الأخلاق ودمر النظام الاجتماعي ويقول لك زعيم لا شك أن الإنسان الذي يتعاطف مع حاكم بهذا المستوى بهذا التاريخ وهذه المواصفات هو شخص مختل مختل إما في ضميره أو في نظام تفكيره أو في نفسيته كلام علم كلام منهجي ما هو كلام عواطف على مستوى الضمير لا يمكن لضمير سوي أن يقبل بمجزرة مثل مجزرة جمعة الكرابة لو كان فيه ضمير سوي يلا هذا شاهد أنا قدرنا أخذه نعطيفي وأضح ما يرتكم بمجزرة مثل هذه إلا واحد ما عنده ضمير وما ينصره إلا واحد ما عنده ضمير وغيرها من الجرائم التي ستثبت لاحقا هذا إحنا على مجزرة العرض اللي ما قد انكشفت للآن والتي من المحتمل أنه هو مهندسها وصانعها لأن هذه بصماته صاحب الضمير الحي السوي لا يتجاهل حقوق الناس وحرياتهم ودمائهم ما يفرط فيها ما يقبل يهدروا دم كطة فما بالك بإنسان لا يقبل إهدار دماء الناس إلا بالقانون والشرق والضمير الذي لا تحركه دماء المظلومين ودموع المكهورين هو ضمير ميت لا يرجى من صاحب الخير أبدا والرد على هذا المنطق الواضح بمغالطات كلامية ومنطقية هو شكل من أشكال فساد الضمير واعتلاله احنا لما نحاججهم يدخلك في منطق عجيب يجيلك هكذا وهكذا منطق أثعباني العباني مع أن الأمور واضحة وطبعا صاحب الضمير الفاسد لن يعترف بأنه ضمير فاسد وإنما سيحاول تبرير موقف بمغالطات منطقية وكلامية معروفة وأكثر أنصار علي عبدالله الصالح أكثرهم من تلك الفئة التي لا تلقي بالا لمفهوم حقوق الإنسان وحرياته إيش هذه مفهوم حقوق الإنسان؟ أنسي معنا الموضوع هذا ما هو أصلا لا تربعوا على قيم دينية ولا تربعوا على قيم مدنية في العصر الحديث هؤلاء ابناء الظروف العشوائية هؤلاء لم يتشربوا هذه القيم لا في البيت ولا في المدرسة ولا في أي مجال اجتماعي ولذلك يستغربوا لما تقول له حقوق الإنسان يقول له حقوق إنسانة إيش؟ ما هو قتل الإنسان عنده مثل ما يذبح دجاجه ما بيش فرق فكرة أن للإنسان حقوق هذه فكرة غريبة على العقل الأخلاقي لأن صار الحاكم المستبد والفاسد حتى أنهم يسخرون منها لما تقول له حقوق الإنسان يرجعوا تحقوا عليك يسخرون منها إذا جاءت فرصة ومن ثم فإن صراعنا نحن الشعوب الحية ليس مع الحاكم الفاسد وحده بل أيضاً مع هذه الشريحة التي تشبهه في أخلاقه وفي نظام تفكيره وفي سيكولوجيته تعالوا نذكر بنموذج واحد من أنصار علي عبدالله صالح عرفناه في عام 2011 المرأة كانت تطالب بكت الملايين اليمنيين في سبيل بكاء صالح هذا وهي امرأة فما بالك لو كان رجل طبعاً ربما المرأة الآن ندمت وتابت لكن هذا نموذج ما زال موجود تعالوا نشوف على المستوى النفسي هناك خلل في النموذج الجمالي لدى أنصار علي عبدالله صالح النموذج الجمالي نفسه مشوش ما معنى هذا الكلام؟ خلوني أكرب الصورة بهذا المثل الفتاة في سن المراهقة البنت في سن المراهقة عادة يكون لديها مواصفات في ذهنها لفارس أحلامها تحلم كذلك معها فارس أحلام الشخص الذي تتمنى للارتباط به إما يكون مثل مهند أو مثل راغب علامة وفي السبتينيات كانوا يقولون مثل رشتي أباضة هذا هو نموذج لفارس أحلام البنت في الوطن العربي ولما تكبر شوية وتعقل وتعرف الحياة أكثر وأكثر تبدأ تتنازل عن مهند وراغب علامة وتقبل بدحان ومكرد الشعوب في سن المراهقة مثل البنات في سن المراهقة الشعوب تبحث عن فارس أحلام بطل وسيم يخطفها على حصان أبيض إلى قصر الحياة السعيدة لكن المشكلة أن بعض الشعوب لا تكبر أبدا تظل في سن المراهقة بالرغم من كل التجارب القاسية التي جربتها والويلات التي عاشت فيها ونحن في اليمن ما زال قطاع كبير من اليمنين يعيش بعقل المراهقة السياسية يبحث عن بطل رمز يعبده ويترحم عليه ويعلق صورته ويحطها بروفايل هذا مظهر من مظاهر المراهقة السياسية والشخصية حتى لو كان هذا البطل في الحقيقة عبارة عن شخص فاشل ما ينبهمش المهم أن يدور بطل بل هو أفشل الحكام على الإطلاق مش مشكلة المهم يكون معنا بطل كذا ولو من خشب والمشكلة أن نموذج البطل عند أنصار علي عبدالله صالح نموذج مشوه ومستواه الجمالي متدني للغاية لأنه البطل حقهم لا يتمتع بمواصفات فارس الأحلام معلش يعني نعذرك لو كنت بتدور فارس أحلام لكن شوف فارس أحلام يستاهل شوف واحد بمواصفات بعقولة يعني علي عبدالله صالح لا يتمتع بمواصفات شخصية أو تاريخية تجعل فارس أحلام الأنصارة لا هو في هيبة صدام حسين ولا في كارزما الخميني ولا في ثقافة الكذافي ولا بإنجازات أردوغان ولا لأ أي مواصفات شخصية أو تاريخية تجعل النموذج الجمالي يستحق الانجذاب على إيش تنجذب لهذا وهذا يدل على أن النموذج الجمالي عند أنصار متدني يعني مستوى ذوقهم متدني لأن الإنسان يختار الأشياء ويفضلها وفقا لمعاييره الجمالية إذا كانت معاييرك الجمالية عالية بتختار أشياء عالية القيمة إذا كانت ذائقتك الجمالية متردية ستختار ما يشبهها ما يشبه ذوقك سواء أكانت هذه الأشياء ملابس بتختارها من الدكان وأحذية أو حكام أو فنانين اللي تفضله هو يشبه ذوقك اللي بيفضل سماع فيروز مثلا ذوقه عالي ومعاييرها الجمالية عالية أركى من الذي يفضل سماعه بحبك يا حمار أو اشتي حبيبي في غرفة النوم نفس النموذج الجمالي الذي تختار به الأغنية وشكل الجزمة هو الذي تختار به الحاكم المفضل لديك هو نفسه لنموذج الجمالي أنت بتختار كل شيء ببواسطة هذا النموذج ذوق النخبة الحقيقية يختلف عن ذوق النخبة أو عن ذوق العامة وما شابها العامة من النخبة هذا على المستوى الجمالي وعلى المستوى النفسي أيضا هناك ملمح آخر لاختلال نفسية أنصار علي عبدالله صالح وهو أنهم يبحثون عن حائط مبكة يدوروا حائط مبكة كذا يبكوا علي يذرفون عنده دموع الفشل بعد ما اقتل علي صالح أراد البعض أن يحول هذا الرجل إلى حائط مبكة الشهيد الزعيم المغدور على طريقة اليهود الذين يذرفون دموع الفشل عند حائطهم اليهود رفضوا الاعتراف بأنهم أصحاب نفسية مضطربة وقاسية ومختلة رفضوا بدليل أن تاريخهم كله عبارة عن سلسلة من الفشل والمصائب وبدل ما يعترفوا بمشاكلهم اخترعوا لهم حائط المبكة يروحوا يذرفوا عنده دموع الفشل والندم أنصار علي صالح بعد مقتلة أرادوا تحويله إلى حائط مبكة يذرفون عنده دموع الفشل فشل الرجل في تحقيق دولة النظام والقانون والرفاه الاجتماعي وفشلهم هم في الحفاظ على هذا النموذج الفاشل الذي صنعه صنع صاحبهم فقدروا حتى يحافظوا على صاحبهم وبعضهم يطالب بعودة أبناء إلى السلطة على طريقة الشريعة اليهودية التي كانت تورث المرأة لشكيك الزوج إذا مات زوجها إذا مات زوجها يجيبوا الزوجة لأخوها يورثها هكذا بيتعاملوا مع الشعب اليمني مات الرئيس خلص نورث الشعب لابنه أو ابن أخوه بعض الشرائع الهندية كانت تجبر الزوجة على إحراق نفسها بجانب زوجها إذا مات وزمان كان نفس الحال مع الفراعنة بالنسبة للخادمات يتعاملوا مع اليمن وكأنه زوجة أرمل ينبغي أن تورث لابن الزوجة الميت أو لشكيك تعالوا نشاهد نموذج للاختلال النفسي مع امرأة أخرى من أنصار علي صالح قالت أنها شاهدت في المنام علي صالح يسكي النبي من كأس التقوى تعالوا شوف علشان هذا نموذج موجود منتشر ما نقصدش برعب بعينها هذا نموذج موجود تعالوا شوف وفي النرة الثانية رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض والرجل مقابل له وعلي عبد الله صالح فأنا أتيت ثالثة فقال لي أتيت ثالثة فنظرت إلى العرابي وهو قال اسقني يا نبي الله ونظرت يده بعين فقال اسقني أنت فأسقاها النبي صلى الله عليه وسلم فشربا وقال أما أنا لو سجيتك لشربت شربة هنئة مريئة لن تضمى بعدها أبدا هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا دخلت بينهما الاثنين يعني دخلت بين الاثنين بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين علي عبد الله صالح طبعا هذا النموذج من المواطنين هو ضحية مجموعة من الظروف الاجتماعية والتاريخية أخطر هذه الظروف أخطرها هي الظروف السياسية التي شكلت سياسات صالح شكلتها سياسات صالح طوال عقود هناك أجيال من اليمنيين تشكلت أخلاقهم وضميرهم وتشكل خيالهم وثقافتهم في عهد علي عبد الله صالح هؤلاء هم ضحايا فترة حكمه من الطبيعي جدا أن يكون مسؤول عن هذه المخرجات مثل ما عنا الأب والأم مسؤولين عن أخلاق عيالهم إذا وجدنا شخص مهذب مهدب بنقول هذا من حسن التربية في البيت وإذا وجدنا شخص أمي غير مهذب بنقول هذا بسبب أسرة ما علموش ما ربوش الأب والأم الشعوب كذلك مثل العيال كيفما كان نظام الحكم يكون الشعب إذا وجدت شعب يعاني من الفكر والأمية والتخلف والتمزق الاجتماعي والصراع السياسي والإيمان بالخرافة فاعلم أن النظام السياسي الذي حكم كان فاشل فاسد وأنه هو المسؤول الأول عن هذا التخلف والفكر والخراب هذه بدهيات هذه من أبجديات علم الاجتماع والسياسة وهنا نأتي إلى الشكل الثالث أو إلى الشكل الثالث من أشكال الاختلال عند أنصار نظام علي عبدالله صالح والداعين إلى تمجيده والطرحهم عليه أعني اختلال نظام التفكير لديهم طبعا هناك نوعان من التفكير من حيث المسار الهندسي يعني في تفكير مستقيم وفي تفكير عوج التفكير المستقيم له خصائص وسمات وهناك كتب ألفت في هذا الموضوع منها كتاب التفكير المستقيم والتفكير الأعرج أو الأعوج لروبيرت ثاولوس تكلم فيه بطريقة منهجية عن أساليب المغالطين في الدفاع عن مواقفهم مثل الدفاع عنصار علي عبدالله الصالح عن مواقفهم من الثورة في فبراير وما بعدها هذا الطريق العرجة اللي بيتبعوها في المحاججة والدفاع ودفاعهم عن فكرة عن فترة نظام حكمه بطريقة اعتباطية اللولبية وهذا ليس مجال التفصيل في الفرق بين التفكير المستقيم والتفكير الأعوج لكن خلونا نتوقف أمام كلمة مستقيم نفسها تعرفون أن السورة الافتتاحية في المصحف أول سورة في المصحف هي سورة الفاتحة هذه السورة بتعلمنا دعاء مهم للغاية نكرر كل يوم أكثر من 17 مرة في الصلاة في اليوم الواحد هذا الدعاء هو إهدنا الصراط المستقيم والصراط المستقيم بلغة الهندسة هو الخط المستقيم الخط المستقيم في التفكير والسلوك إهدنا الصراط المستقيم يعني إهدنا التفكير المستقيم والسلوك المستقيم ويعرف الخط المستقيم في الهندسة بأنه أكثر مسافة بين نقطتين هكذا يعرفوه الخط المستقيم هو أكثر مسافة بين نقطتين وبلغة الدين هو أكثر مسافة بينك وبين الحق هذا هو الخط المستقيم أو الصراط المستقيم وإذا تأملنا نظام التفكير عند جماعة الزعيم سنكتشف الكثير من العلل أبرزها اختلال مبدأه السببية تعرفون أن الإنسان يولد وفي رأسه مجموعة مبادئ يعني يمزود من عند الله يسموها مبادئ المنطقة الصوري مثلا على سبيل المثال كل واحد في العالم يعرف أن 2 زائد 2 يساوي أربعة ما فيش خلاف ويعرف أن الجزء أصغر من الكل الجزء أصغر من الكل ويعرف أن التناقضات لا تجتمع يعني ما يمكنش يكون القلم هذا موجود وغير موجود في نفس الوقت أو أنه قلم ومش قلم في نفس الوقت ما يمكنش تجتمع المتناقضات هذه قوانين صورية في العقل ومن ضمن القوانين هذه كانون اسمه كانون السببية ماذا يعني؟ يعني كل شيء له سبب كل حركة لها سبب كل موجود له سبب ما في شيء هكذا من غير سبب أنت جيت للحياة بسبب مكوابك ليلة الخميس قرروا يجيبك التقدم والتخلف والفكر والغنى والصحة والمرض كلها مواهر لها أسباب فلما نشوف أوروبا مثلاً أو اليابان وأمريكا متقدمين وأمورهم سابرة نقول بالتأكيد هناك سبب هناك أسباب ولما نشوف بعض الدول الأفريقية ودولنا متخلفة نقول أكيد هناك أسباب هذا هو نظام التفكير الطبيعي نظام التفكير الطبيعي يقول لك تقدم الشعوب أو تخلفها حروبها أو تفككها لا يأتي بسبب حدث طارق هكذا فجأة يعني بين ليلة وضحاها لا لا يجيش في سنة ولا يجي في لحظة هذه الأمور التي تقدم وتخلفها فهذه تحتاج سنوات طويلة وأسباب عميقة تمتد جذور عقود أو قرون هذا التفكير الطبيعي الذي يمضي في خط مستقيم هذا يعتوج عند أصحاب الزعيم يصبح عوج بدليل أنك لو سألتهم عن أسباب الخراب اللي احنا فيها اليوم سأقول لك السبب ثورة هذا عشر فبراير طب هذا عشر فبراير هذه عمرها سنة تسوي خراب هذا كله يعني بأي منطق هذا هذا الخراب هذا كله يجي من ثورة واحدة مثل هذه بسيطة لا هذا خراب وراه عشرات السنين من الثقافة الغلط من السياسة الغلط من الأخلاك الغلط من الأجيال الغلط يعني الزمن عند انصار علي عبدالله صالح بدأ من يوم هدعشة فبراير هذا نظام مختلف التفكير لأن أي ثورة لا تستطيع أن تقلب الأمور 180 درجة إلا إذا كانت الأمور نفسها مقلوبة وخربانة من قبل الخراب الذي نحن فيه اليوم هو ثمرة سياسات فاشلة وفاسدة لمدة 40 سنة من حكم علي عبدالله صالح تحديد وما قامت الثورة أصلا إلا لمنع اليمن من السقوط في الهاوية بعد أن تبين للعقلاء جميعا أن الرجل كان يقود اليمن إلى الهاوية نحن نقول الكلام هذا ليس للنخب النخب هذه اللي ضميرها فاسد ما عد لها شرجة نحن نكلم الناس العاديين المواطن العادي اللي بيتم تضليله الأمور واضحة مثل الشمس ولا تحتاج إلى ذكا لكن بعض الناس يشتيه يشوفها غامضة لغرض في نفسه معروف العناد وعدم الرغبة في الاعتراف بالخطأ بل الرغبة في استمرار الخطأ وغيرها من العلل النفسية والأخلاكية التي عرف بها بنو إسرائيل كديما وحذرنا منها القرآن تتكرر معنا الشعوب السوية غير المصابة بالعلل والأمراض تبحث بعد كل مصيبة عن العلل والسبب لكي تتلافى الوقوع في المشكلة مرة أخرى أما الأمم المغضوب عليها والظلة فتكرر الخطأ مرات ومرات عنادا وكبرا وطلبا للباطل على حساب الحق والأمم لن تنال إلا ما تستحق بالمناسبة لن ننال إلا ما نستحق بقدر ما تزرع تحصد قد يكون هذا الكلام فيه بعض الكسوة على قطاع من الناس في اليمن لكن إذا لم نكسوا اليوم على أنفسنا وانصارح أنفسنا فمتى نكسوا المجاملات التي تأتي على حساب البلد ومستقبل الأجيال هي مجرد خداع للنفس لا يليك بنا إلى هنا تنتهي حلقة اليوم نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر